سيتم توزيع رواتب منتسبي تربية اثنينوى خلال الأيام القليلة القادمة جدا وتم إجراء الإجراءات المناسبة سيتم توزيع رواتب الشهر الثالث والسابع الأمور الاعتيادية جدا أرجو من إخواني وزملائي في وزاعة التربية المديرية العامة لتربية اثنينوى الارتزام بالجدول المعلن وستقوم لجان مختصة في المحافظة بإشراف السيد النائب الأول والنائب الثاني وحسابات المحافظة بالإشراف على هذه الإجراءات في التوزيع وتم استحداث أماكن جديدة ومضاعفة لجان التوزيع والأمور الاعتيادية كما أرجو من إخواني والزملائي في مدير العامة للتربية عدم الإنجراف وراء الدعايات التي من شأنها تقلل من همة أو من إنجازات مدير العامة للتربية التنينوى مدير العامة للتربية في دوامه في مكتبه ويتابع يوميا إجراءات العمل يقمئنا الجميع أن الرواتب في أمان وهذه الدعاية نسمعها شهريا وقبل توزيع الراتب ولكن الكرة تستلم رواتبه حسب الضوابط وحسب الأصول وحسب التعليمات فإذا على ما نصدق هذه الدعايات من المغررين من الذين يريدون أن ينالوا من عزيمة التربية جهودكم مشكورة في إنكمال العامة الدراسي جهودكم مشكورة في إنجاز العمل التربوي جهودكم مشكورة في التواصل مع الدوام حيث أننا الوزارة الأكبر وزارة وأكبر مديرية عامة في نينوى وأثبتنا نجول على الساحة أننا داومنا وأثبتنا نجاحنا في الامتحانات وأشهد على نجاحنا كل الوزارات المعنية وهناك متابع من قبل سيد المحافظ والسادة النواب والسادة أعظام مجلس المحافظة نهيب بأخوتنا الارتزام بالجدول مرة ثانية لأن عندما تكون آلية التوزيع وفق الجدول المعلن ستكون العمل بالانسيابية جدا وهناك بشرى سالة أخرى لمنتسبه المدير العامة لتربية نينوى حيث تم توقيع العقد لتنفيذ البطاقة الذكية وستقوم الرجال المختصة في إصدار البطاقة الذكية خلال الأيام القادمة جدا وسننتهي من التوزيع وتكون الاستلام وفق البطاقة الذكية بعدما حصت الموافقة